السلام عليكم مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير صحى رمضانكم وصحى فطوركم فقط هنا الفيديو مخصص لتلاميذ سنة الرابعة متوسط اللي تفاجئوا بالقرار انه رح تكون كاينة شهادة تعليم متوسط اللي هو البيام 2020 اذا هنا يا بزاف اللي تشوكوا ونخلعوا وخافوا انا نقول لكم حاجة واحدة القرار اخذ دقاء خلاص ما عدنا ما نديرو الحاجة اللي نديروها نكملوا رمضان بالصحة ولهنا نصوموا ونعيدوا مليح ونبعد مور العيد ان شاء الله بس كوا مازال كاينة الوقت للمراجعة وللحفيظة ويكفيكم الوقت ان شاء الله تروحوا وجدين وتجيبوا معدلات مرضية خير من اللي كنتوا تجيبوها في الفصول ان شاء الله نكملوا رمضان نعيدوا ونبعد نبدو في المراجعة مازال الحال ماشي تقول نبدو منظرك راح علي الحال بلك ما نوصلش مازال الحال عندكم من السبتمبر نبدو القرار ان شاء الله من رمضان ونبدو في المراجعة بلعقل حتى نكملوا ان شاء الله المواد وانا راني معاكم من ناح تدفوتوا البيان ان شاء الله ونفرح بكم وتفرحوا والديكم اذا النصيحة هي ما تبقاوش مخلوعين وخايفين وتحسبوه في ألف حساب على حاجة راح تكون اختبار عادي جدا عادي جدا الامتحان تعشاه هذا التعليم المتوسط كما هو كما الاختبارات انت على الفصول اللي كنتوا اتفوتوها فقط المراجعة والحفظ راح يكون من الاول الى الاخير هنا دروس الفصل الاول وفصل الثاني اللي راح نركزوا عليها اما بالنسبة لدروس الفصل الثالث قلوب اللي راح نديروا قناة للتدريس نهار 19 ماي اللي هو يوم الطالب اذا هنا هذيك القناة الى دروس الفصل الثالث راح يقولون اذا كانوا يدخلوا في الامتحان ايضا راح يقولون لكم مش راح يخليوكم هكذاك والمراجعة راح تكون الفصل الاول والثاني يبقى الفصل الثالث راح نشوفوا ان شاء الله مور 19 ماي واش راح يكون اذا ما تقلقوش رواحكم كوغاج وان شاء الله نديروا البيام كامل وانا ندخل معاكم وفوت البيام اوكي ايا صحة في دوركم وبالصحة ولا هنا تهلاوا في رواحكم منتلاقاوا في الفيديوهات القادمة ان شاء الله فقط هنا نقولكم ملاحظة اللي راح نفتح قناة جديدة اللي اللي نفتحها نحطها لكم ونحط لكم الرابط انتحها هكذا راح يكونوا في قناة جديدة فيها مراجعة خاصة بالسنة الرابعة متوسط لغة انجليزية ان شاء الله وللقيت مراجعة في مواد اخرى راح نحطها لكم هكذا باش انساعدكم اذا سوف افطركم وبقى وعلى اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة